تصاعد أعمال اختطاف المدنيين واعتقالهم من قبل القوات المدعومة من التحالف السعودي دفع المعنيين إلى المطالبة بطرح هذا الملف ليكون ضمن قضايا إنسانية ملحة يجب حلها إذا تم تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد منذ عام ونصف يعيش أبناء الصحفية نزيها الجنيد في حزن وترقب بانتظار رؤية والدتها بعدما اعتقلت من دون مبررين خلال إصدار جواز سفرها في مالب شرقي اليمن لتتمكن من السفر للعلاج فقامت القوات المدعومة من التحالف السعودي بسرقة أحلامها واعتقلتها في أحد سجونها من دون أن يستطيع أولادها الوصول إليها أو التأكد من وضعها زالت اليوم منها هذا المختطفة وما بيش مبرر اختطافها يعني ما بيش أي سبب والحجازة هذه المدة الطويلة يعني ما أعتقد أنه بسبب لقى بها أو أني صحفية رغمني كان صحفية بس مستقلة ليس حبسوا هالش ما يخرجوها هالبيت شوعب غير مي لن نشتيها تخرج يد التحالف السعودي طالت النساء وتجردت من كل القيامة فقد وثقت حالات اختطاف كثيرة خلال الحرب السعودية ضمنها نساء وأطفال قاربت لألفين والخمسمائة حالة في سيئون وعدا ومأريب كما تقول منظمة إنسان للحقوق والحريات في صنعاء منظمة إنسان للحقوق والحريات تستمر في البحث والرصد عن مثل هذه الجرائم وهناك العديد من الجرائم فقد وثقنا أكثر من مائتين حالة اختطاف خلال عام الفين واثنين وعشرين لمواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالحرب ومثلها كمثل جريمة عبد الملك السنباني هناك جرائم تصفية تتم في السجون في النقاط الأمنية الأمم المتحدة معنية بالتحرك كما تقول صنعاء للتنديد بجرائم الاختطاف التي تطال مدنيين من قبل التحالف والضغط لإطلاق سراحهم أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين